اشتركوا في القناة معارك الطائرة المسيرة تستعر بعيداً عن جبهة القتال احتدام المعارك والاشباكات بين الجيش السوداني والدعم السريع والامم المتحدة تدعو لوقف القتال فوراً والعودة للحوار اهلاً بكم الى التفاصيل تسود في النجر حالة من الترقب لتحركات المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا اكواز المقبلة بعد انتهاء محادثات وفدها مع قادة النجر دون توصل لاي نتيجة ويأتي هذا في وقت حذر رئيس المجلس العسكري الحاكم في النجر من ان اي هجوم يستهدف بلاده لن يكون سهلاً على المشاركين فيه كما تظاهر الالاف في وسط نيامي دعماً للمجلس العسكري الذي اعلن مؤخراً عن فترة انتقالية لن تتجاوز مدتها ثلاث سنوات وفد الوسطة الذي ارسلته المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا اكواز تلقى رداً لم يكن اهو الرد المنتظر وكان رداً جاهزاً عرضه زعيم الانقلاب الجنرال عبد الرحمن تشياني عبر التلفزيون بينما كان الوفد يجري محادثات في نيامي اي انه كان رداً بلا حوار او يستبق الحوار طموحنا ليس مصادرة السلطة واي انتقال للسلطة لن يتجاوز ثلاث سنوات ولكن اذا شن هجوم ضدنا فلن يكون هذا نزهة في حديقة اكواز تستعد لمهاجمة النيجر من خلال تشكيل جيش احتلال بالتعاون مع جيش اجنبي اكواز كانت تريد ان تسمع تعاهداً باستعداد قادة الانقلاب العسكري لاعادة السلطة الشرعية الى نصابها وربما مع بعض المطالب القابلة للتنفيذ من جانب هذه السلطة الا ان الجنرال تشياني ارد البقاء في سلطتي لثلاث سنوات وهو ما يعني من الناحية العملية اعادة بناء الحياة السياسية في النيجر على الاساس الذي ارساه الانقلاب تهديد اكواز بالتدخل العسكري لن يكون نزهة في حديقة كما قال الجنرال تشياني وهناك الالاف ممن احتشدوا في استاد العاصمة للتطوع في مواجهة قوة تدخل المحتمل كما ارسلت مالي وبوركي نفاسو بعض ما لديها من امكانيات لدعم المجلس العسكري الحاكم مما اوحى بان التدخل بالقوة لاعادة الرئيس محمد بازوم الى السلطة لن يكون سهلا القادة العسكريون لمجموعة اكواز اكدوا استعدادهم لبدء العملية العسكرية في النيجر وقالوا ان يوم الزحف تم تحديده ايضا وما لم تكن هذه مجرد اشارة من اشارات الضغط المعنوي فانها على وجهها الاخر تبدو التزاما قاطعا لا يمكن التراجع عنه من دون تسوية دبلوماسية مقنعة عرض البقاء في السلطة لثلاث سنوات لا يبدو عرضا مقنعا ومن السهل ان ينظر اليه على انه استمرار مقنع للانقلاب مما يجبر الدول اكواز على ان تنظر في الحديقة لترى ان كان تدخلها سيكون نزهة ام مشروعا لنزاع طويل ومتعدد الاطراف الخيارات المتاحة للدبلوماسية تنحسر ولو كانت هي الافضل الا انها خسرت جولة اخرى قد تكون الاخيرة انضم الينا من الجزيرة دكتور علي ربيجي أستاذ العلاقات الدولية بالمدرسة الوطنية العلية للعلوم السياسية دكتور علي ربيجي اهلا بك على شاشة الغد في الحصاد اذا ما المرحلة التي وصل اليها الوضع في النيجر بعد زيارة وفد الاكواز بدون اي نتيجة الى نيامي وايضا بعد اعلان المجلس العسكري عن المرحلة الانتقالية لمدة ثلاث سنوات وايضا عن عدم وجود اي مؤشرات لعودة النظام الدستوري ولا اي مؤشرات عن عودة محمد بازوم الى الحكم مظاهرات تخرج دعما للمجلس العسكري وتحذيرات المجلس العسكري من التدخل العسكري ما الوضع الان في النيجر نصر خير لأستاذة سيهام تحيي لكم ولكل مشاهديكم بأسف الشديد الوضع الان في النيجر يصل الى مرحلة التصلب ومرحلة اللاعودة اللاعودة في المواقف بالنسبة للمجلس العسكري واللاعودة في المواقف حتى بالنسبة لمجموعة الاكواز التي ترفع لواء الحرب وتسمي الزحف على النيجر اليوم لأسف الشديد بعد خسران جولة ثانية من الوفد التبلوماسي الذي قاده رئيس نيجيريا السابق لأسف الشديد اليوم المواقف أصبحت تتجه نحو التصعيد والتصعيد الاتجاهين بمعنى أن اليوم الاكواز ترفع إشارة قوية بأنها ستدخل في مواجهة عسكرية مع الانقلابيين في النيجر والمجلس العسكري الآن يتموقع حول مواقف شعبية دائمة له بدت من خلال هذه العداد الكبيرة التي نزلت إلى الشارع التي تدعم المجلس العسكري ولكن مع هذا ستعمل أطراف دولية وإقليمية لتجنب النيجر وتجنب المنطقة الدخول في مواجهة عسكرية من هي هذه الدول وهل تستطيع؟ هل تقصد حضرتك الجزائر وأيضا مالي وبوركينافاسو؟ نعم هذه الدول دول وازنة في المنطقة دول لها وتملك حدود كبيرة مع النيجر نتكلم عن الموقف الجزائري والبيانة الذي صدر عن وزارة الخارجية وقال فيه بأننا ما زلنا أن نتمسك بالحل الدبلوماسي والحوار والتفاوض كذلك يمكن أننا نقول أن الموقف الذي تأبدته الحكومة البروكينافية وكذلك المالي فيما يتعلق برفض التدخل العسكري وفي حالة ما إذا أعلنت الحرب سيتم التمترس إلى جانب المجلس العسكري ويبدو أنه فيه أخبار حتى أنه فيه طائرات من مالي ومن بوركينافاسو وقد حبطت على الأراضي النيجر إذن كل هذا سيكون بمثابة رسائل قوية للمرة الأخيرة طيب دكتور علي من يغذي موقف الايكواس بالذهاب إلى موقف التدخل العسكري يعني هل نتحدث هنا عن موقف فرنسا المرفوضة عسكريا وميدانيا في النيجر لكن هذه الرسالة لم تصل إلى الإليزي ولا تصل إلى الرئيس ماكرون بما أنه اليوم فرنسا تخسر مساحات وتنحصر من حيث المصالح وحتى من حيث الجغرافيا لكن اليوم هذا الموقف داعم من فرنسا لمجموعة الإكواس بالتدخل لإعادة بازوم وهو في الأخير هو بازوم خلي نقول ضحية العملية الديمقراطية وحتى هو الآن ضحية العملية الانتقالية لأنه بعد زيارة الوفد الإكواس لم يتم الحديث عن إمكانية العودة بازوم وفي حديث عن أنه يمكن أننا نمضي إلى مرحلة انتقالية مدة ثلث سنوات أنا قلت لك في البداية هي مرحلة التمترس والتغطرس حتى في المواقف لا أحد يريد أن يقدم تنازلات وأنت تعرف الآن أي مفاوضات أو حوار إذا ما فيش نية التنازل ستفشل وسيفسح المجال للغة السلاح للأسف شديد ولكن أنا قلت اليوم خاصة اليوم من توقع أن السفيرة الأمريكية التي الآن تم تنصيبها في النشر قد تلعب دور في هذا الاتجاه على الأقل في تغليب الحوار والعمل الدبلوماسي لكن لا قدر الله وأن الإكواس مضت في الحل العسكري نقول لك بأنه سيكون هناك سيناريو تراجيدي دراماتيكي كما يقال بأنه سيسقط الكثير من الأرواح في هذه المواقف سوف نأتي إلى تداعيات في حال كان هناك تدخلا عسكريا سواء على المنطقة على النيجر أو على ضواحي النيجر والدول المجاورة لها أريد أن نركز على نقطة فرنسا هنا ما الدعم الذي ستقدمه للإكواس في حال كان هناك تدخلا عسكريا هل ستشارك بالجنود والعتادة العسكري أم سيقتصر الوضع على دعم لوجستي أم ماذا؟ قبل هذا سيكون دعما سياسيا دبلوماسيا في مجلس الأقل وأنها ستحرك حق الفيتول لتعطيل أي قرار سيدين هذا التحرك العسكري النقطة الثالية ستكون على المستوى الدعم اللوجستيكي وهذا الذي أتوقعه لن نتوقع دخول مباشر عسكري من طرف فرنسا إلى جانب جمعة الإكواس ولكن ستدعم كما تدعم أمريكا والغرب الأوكرانيا في مواجهة لوسيا سيكون دعم لوجستيكي مستشارين عسكريين وكذلك التدريب والتكوين ودعم حتى بالأسلحة ولكن السؤال الذي سيطرح شفنا وجربنا الحل العسكري في ليبيا وجربنا الحل العسكري في مالي وفي مناطق أخرى فشلت لماذا اليوم الحكومة الفرنسية لا تتحلى بالعقل والديبلوماسية وتبتعد عن الحلول العسكرية التي هي جربتها في أكثر من دولة وفي أكثر من تجربة وفشلت بل أن اليوم خروج فرنسا هذا السريع والغير متوقع من المستعمرات القديمة يدل بأن الحل العسكري فشل ولكن في المقابل أنا أتوقع أن النخب السياسية الفرنسية وأن الفرنسا الرسمية لن تتنازل عن النيجر بدليل أن فرنسا تستمد من النيجر في حدود أربعين بالبيئة من اليورانيوم لتشغيل المفعالات النووية الفرنسية إذن النيجر بالنسبة لفرنسا مهمة جدا خاصة من البعد الاستراتيجي العسكري ولكن أكثر منه في بعدها الاقتصادي والاعتماد على الخامات التي تزخر بها النيجر ولهذا أنا اليوم نقول بأن فرنسا إذا مضت في هذا الحل العسكري ستخسر أكثر هي اليوم تخسر ولكن في حالة مئدة قررت أنها تدعم الحل العسكري ودعمت مجموعة الإقواس أتوقع أن هذه المنطقة ستكون نفتحة على كل السيناريوات وأتوقع خروج ونزوح الآلاف إلا ما أقول مئات الآلاف من النيجرين الذين سيعبرون أكيد عبر ليبيا وعبر الجزائر والوصول إلى فرنسا بالأخير ستخسر سياسيا ستخسر اقتصاديا والأكثر من ذلك ستخسر إنسانيا لأن فرنسا بهذه العملية ستسقط كل الشعارات التي رفعتها فرنسا فيما يتعلق بحقوق الإنسان والعملية الديمقراطية في أوروبا أو عفوا في إفريقا شكرا جزيلا لك دكتور علي ربيج وستاذ العلاقات الدولية بالمدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية كنت معنا من الجزائر أعربت بحثة الأمم المتحدة في السودان عن قلقها من زيادة مستوى العنف مؤخرا في ولايتي جنوب كردفان وغرب كردفان ودعت البحثة إلى وقف الأعمال العسكرية في الولاياتين على الفور والعودة إلى الحوار وشددت البحثة على ضرورة أن تتوقف جميع الأعمال العسكرية على الفور لتخفيف معاناة السكان الإنسانية داعية جميع الجهات العسكرية الفاعلة في السودان إلى ضمان حماية السكان المدنيين والبنية التحتية يأتي هذا بينما تجدد القصف المدفعي والجوي بين الجيش وقوات الدعم السريع بجنوب وشق الخرطوم وأعلن الجيش السوداني مقتل 45 من عناصر الدعم السريع واستهداف عدد من المركبات والمدرعات أعمدة الدخان تتصاعد في أحياء متفرقة شمالي العاصمة السودانية ووسط الخرطوم بحري وتجدد القصف المدفعي والجوي بين الجيش وقوات الدعم السريع جنوب الشرق الخرطوم حيث قصف الجيش السوداني مواقع للدعم السريع في عدة أحياء منها منطقة السوق الشعبي وحي الصحافة وامتداد الدرجة الثالثة وجبرة جنوب الخرطوم وسمعت أصوات المدفعية والانفجارات العنيفة فيما ردت قوات الدعم السريع من مواقعها شرقي الخرطوم بقصف عنيف على مواقع للجيش السوداني ووقعت اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني والدعم السريع في محيط منطقة المهندسين العسكرية في أم درمان وزادت رقعة الاشتباكات وتوسعت بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مدن إقليم درفور غرب السودان مع دخول المعارك شهر الخامس دون أفق قريب للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار وعلن الجيش أن جميع الفرق والمناطق العسكرية تشهد سيطرة كاملة من قبل القوات وقال الناطق باسم الجيش أن قوات العمليات الخاصة قتلت العشرات من عناصر الدعم السريع في منطقة الشجرة العسكرية جنوب الخرطوم وتم الإعلان عن تدمير عدد من السيارات المدنية التي يتم استخدامها من قبل قوات الدعم وتم تدمير خمس عربات مسلحة في شمال البحري وبحسب بيان الجيش السوداني تشهد جميع الفرق والمناطق في البلاد وفي العاصمة المركزية نشاطاً مستمراً لقوات العمل الخاص على مدار الساعة ينضم إلينا من فاريس الدكتور محمد تورشين الكاتب والباحث السياسي السوداني سيد تورشين أهلاً بك على شاشة الغد في الحصاد بحثة الأمام المتحدة في السودان تعرب عن قلقها من زيادة مستوى العنف مؤخراً في ولايتي جنوب كردوفان وغرب كردوفان في نفس الوقت المعارك تحتدم أو احتدمت اليوم بشكل مخيف في جنوب وشرق الخرطوم بداية ما أسباب هذا الاحتدام وكأن الطرفين يريدان حسم أو يقتربان من حسم هذه المعارك إلى صالح أحدهما في البداية التحية ليكي وكذلك لسادة المشاهدين بلا شك هناك عدد من العوامل والمسببات التي أسهمت بشكل مباشر في تنامي وتزعيد وتيرة المواجهات العسكرية بين الجيش السوداني والدعم السريع في الخرطوم وكذلك في كردوفان بإقليمها الكبير سواء كان في ولاية شمال كردوفان أو الجنوب أو غرب كردوفان وهناك أيضاً اشتباكات عنيفة جداً في ولاية جنوب دارفورو حضرتها نيالا ومستمرات سر من عشرة أيام وفضلاً عن ذلك هناك مواجهات في الفاشر وكل هذه المواجهات أنا في تقديري تأتي في سياق أنه هناك مساعد للدعم السريع لتحديد انتصارات حقيقية متمثلة في السيطرة على المواقع العسكرية سواء كان في الخرطوم السيطرة على المدرعات أو سلاح المهندسين أو سلاح الإشارة فضلاً عن ذلك قاعدة وادي سيدنا الجوية باعتبار أن الانتصار الأخير الذي حقاه الدعم السريع كان بالسيطرة على قاعدة الاحتياط المركزي في الخرطوم لذا منذ فترة كان يعد العدة للسيطرة على هذه المواقع المهمة وهذه المواقع إذا سيطر على أحدهما بمثابة انتصار كبير جداً فبالتالي منلاحظ أن المعارك هي معارك شريسة جداً وهجوم أو الترتيب للسيطرة علىها يتمعي عدة محاور عبر الاتجاهات الأربع وهذا أيضاً ليلاً ما يحدث على الغاعدة نيالة العسكرية أو مقر الفرقة السادة عشر مشاهد في نيالة فأنا في تقدير هذا يؤكد بأن الطرفين الآن عازمين على إنهاء هذا الأمر عن طريق السيطرة على الأسكاري والانتصار الكاسح على الطرف الآخر لكن حتى الآن المؤشرات بعيدة عن ذلك تماماً بحيث أن الدعم السريع يحاول الهجوم على هذه المقرات ولا الجيش السوداني يصده عن طريق استخدام لكن وطيرة هذه المعارك سريعة يعني ليست كما كانت في بدايتها أو في الشهور الماضية الآن نجد الكثير من القتلى خاصة في صفوف الدعم السريع احتدمت هذه المعارك ونرى في المقابل عدم استجابة لأي مبادرات دولية ولا مبادرات محلية لذلك ألا يؤشر ذلك إلى قرب نهاية حسم هذه المعركة لأحد الطرفين أنا في تقديري حتى الآن مؤشرات الحسم أو الانتصار لطالح القوات المسلحة لم تطبلوا أربعة وفي تقديري الآن وطيرة الموجهة العسكري أصبحت أكثر عنفاً وتميل بشكل أو بآخر لصالح القوات المسلحة لأن في الماضي كانت محاولات القوات المسلحة لاستخدام القوة في إطار محدود وفي إطار ربما يكمن بأن هناك تيارات داخل القوات المسلحة البعض منها يرى ضرورة أن يتم الحسم عسكرياً وهذا التيار ربما لم تمنح له الفرص وكذلك المسارات والمقدرات الكاملة لتنفيذ ذلك وربما قيادة القوات المسلحة ممثلة في البرهان كانت ترى ضرورة أن تحدث تسوية عسكرية لكن مؤخراً ربما توصلت القيادة العسكرية للجيش السوداني وضرورة أن يكون هناك حسم عسكرياً وربما هذا الأمر الذي أسهم بشكل مباشر في ارتفاع وطيرة المواجهات العسكرية وتفضيل الخيار العسكري بعد أن تراجعت كل الجهود التي تبذلها الآلية أو مبادرة المبادرة السعودية الأمريكية في جده بعد عودة وبدال الجيش السوداني وعدم عودته مجدداً بالرغم أن هناك أنباء تؤكد بأنه عاد فبأي حال من الأحوال في تقديري يبدو أن هذه المواجهات ربما تسهم بشكل أو بآخر في إضعاف القوى العسكرية للدعم السريع ومن بعد الأمر سيكون له تدعيات أخرى مرتبطة في بعودة الأوضاع إلى مسارها وأقصد هنا استكمال الفترة الانتغالية ومن بعض الدخول في انتخابات حرة ونزيحة بمشاركة كل القوى السياسية لكن سيد ترشين لا نجد تلك النية أو الإرادة الدولية لإنهاء الحرب يعني المساعي ليست حديثة مثلاً كما يحدث مثلاً في أوكرانيا يعني دائماً هناك تصريحات دائماً هناك تحركات مبادرات قوية لكن نرى كأن الوضع صار مثل الاستسلام لأي مبادرات وللوضع للطرفين وكأن المجتمع الدولي ينتظر أن يحسم أحد الطرفين هذه المعارك يعني ما الذي يفسر توقف هذه المبادرات أو عدم نجاعتها في إحداث أي تغير ربما التأثير على أي طرف بأن يتنازل أو يتوقف في هذه الحرب هو بلا شك هناك المساعي في بادي الأمر كانت المساعي حسيسة من قبل القوى الإغليمية وكذلك القوى الدولية من أجل الإيقاف هذه الحرب لكن بمرور الحرب ودخولها الشهر الخامس تراجعت المساعي الإغليمية والدولية لأعوامل عدة منها بأن عدم رغبة قوات الدعم السريعي في كثير من المناسبات للاستجابة للمبادرات لا سيما المبادرة الأخيرة التي أطلقها نائب رئيس مجلس السيادة السيد مالك عقار فضلا عن ذلك هناك مبادرة من دول جوار السودان التي استضافت القمة التاريخية مصر وإجتماع ووزراء الخارجية في العاصمة الكادية ينجمع ووضع خطط للمبادرة فضلا عن ذلك اعتراض الجانب السوداني على مبادرة الإيقات فبالتالي المساعي هي كانت موجودة لكن قلت نتيجة لظهور ملفات أخرى في الساحة الأفريقية أو على الصعيد الدولي هناك انشغال لا سيما من قبل الولايات المتحدة بين قضية الحرب على أوبرانيا كذلك في التطورات في المحيط الهندي ومحاولات عزم إنشاء تحالفات جديدة بينها وبين اليابان وكوريا الجنوبية فضلا عن ذلك هناك تحديات نتيجة للانقلاب الذي حدث في النيجر من قبل القوى الأفريقية كل هذه العوامل جعلت أن الاهتمام بالملفة السودانية لن يتصدر المشهد الآن وكذلك في الأيام المقبلة لذا أنا في تقديري ربما سيتم استيناف من مرجدة إذا تم التوصل إلى تفاهمات لا سيمة فيما يتعلق بكيفية دمج الدعم السريع في الجهة السودانية وفروج من المنشآت المدنية لا سيمة المستشفيات وكذلك محطات المياه والكهرباء وما إلى ذلك فضلا عن مساكن المدنيين وبالتالي هذه النقاط الجوهرية ربما أيضا تراجع الموقف الأمريكي أنا أعتقد أنه مرتبط ذلك برؤية الولايات المتحدة الأمريكية وعادة ضلورة موقف واضح إزاء الأزمة السودانية بحيث أن ربما ترغب الولايات المتحدة الأمريكية في أن تستمر هذه الحرب بأطول فترة ممكن حتى يتم إنهاب واستنزاف القوة العسكرية للطرفين ومن بعد المحاولة للتعقيد لصنع جيش قومي صاحب عقيدة عسكرية وربما هذا يعود لطبيعة الطرفين لأن هناك اتهامات تطالق جيش السوداني بأن هناك عدد كبير جدا من العناصر الإسلامية التي تغاتل في صفوفه فربما الولايات المتحدة لا ترغب في هذه العناصر أن تظل مستمرة في القيارة العسكرية وفي الاتجاه الآخر معروف أن تعمل سريع الولايات المتحدة للأمريكية تنظر له بأنه هو مليشي الجنجويت الذي ارتكبت فضائف إدارفور يبان الحرب التي اندلعت في الآخر 2003 وحتى توقيع اتفاقية جبل السلام ففي كل هذه العوامل تجعل حضور أو فعالية للولايات المتحدة الأمريكية في التأثير وطرح القضايا المهمة باستثناء قضية وقف العدائيات قضايا غير أولية وقضايا ثانية حتى تتحقق الرؤية الأمريكية في تشكيل الجيش يدين بالولاو ويحاول أن يحقظ المصارح الأمريكية في البنطية شكرا جزيلا لك دكتور محمد ترشين الكاتب والبحث السياسي السوداني كنت معنا من باريس أكد الرئيس الأوكراني بلاده ستتسلم طائرات F-16 الأمريكية عقب الانتهاء من تدريب الطيارين الأوكرانيين عليها جاء ذلك خلال زيارة زيلنسكي لهولندا لبحث تعزيز جيش بلاده بمقاتلات F-16 طائرات F-16 هي خطوة أخرى نحو تحسين درع الدفاع الجوي الأوكراني وهي الطائرات التي سيتم استخدامها لإبعاد الروس قدر الإمكان عن المدن والقرى الأوكرانية وبالتعاون مع هولندا اتفقنا على عدد معين من طائرات F-16 التي سيتم نقلها إلى أوكرانيا بعد تدريب الطيارين والمهندسين نحن نتفهم عدد الطائرات التي يمكننا استخدامها في المستقبل ويعتمد ذلك على الموقف وعلى خبرة الطيارين اللدينا وعلى إعداد البنية التحتية الخاصة بالطائرات من جانبه أكد رئيس روزارة الهولندي مارك روتا التزام بلاده والدانيمارك بتسليم أوكرانيا مقاتلات F-16 الأمريكية وذلك بعد منح الولايات المتحدة الضوء الأخضر لهولندا والدانيمارك بتسليم تلك المقاتلات لأوكرانيا اليوم يمكننا أن نعلن أن هولندا والدانيمارك ملتزمتان بتوريد طائرات F-16 الأمريكية لأوكرانيا وهناك تعاون مع الولايات المتحدة والشركاء الآخرين وحينما تتوافر كل الشروط لهذه الخطوة فسيتم نقل الطائرات لا يمكنني تحديد العدد الدقيق لكننا ننطلق من حقيقة أنه حتى هذه اللحظة لدينا 42 منها هنا في البلاد من جانبها قالت رئيسة وزارة دانيمارك أن بلادها ستمنح أوكرانيا 19 مقاتلة من طراز F-16 مضيفة أنها تأمل في تسليم أوكرانيا 6 مقاتلات أخرى من طراز نفسه بحلول العام المقبل تقريبا وخمسا إضافية خلال العام ذاته جاء ذلك خلال مطامن صحفي مشترك مع رئيس الأوكراني بلودمير زيلنسكي في قاعدة جوية بالدنمارك الحرب التي أنهت شهرها السادس عشر في أوكرانيا لا تبدو قريبة من خط النهاية الطرفان يواصلان الهجمات لتشمل مدن الداخل البعيدة عن جبهات القتال كما يعززان قدراتهما العسكرية لا سيما باستخدام الطائرات المسيرة التي تحولت إلى سلاح رئيسي حتى لا يكاد لا يمر يوم من دون هجوم جديد بهذه الطائرات وهو ما يترافق بالقول إنها أسقطت أو تم التصدي لهجماتها ليستأنف القول نفسه في اليوم التالي نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف قال إن الحرب لن تتوقف قبل تفكيك أوكرانيا الحالية كدولة حتى وإن استغرق الأمر سنوات أو عقود وقادة الحلف الأطلسي يقولون في المقابل إنهم سوف يواصلون دعم أوكرانيا طالما كان ذلك ضروريا ميدفيديف رسم صورة بالأسود والأبيض قائلا إنه لا خيار أمام بلاده فإما تدمير نظام كييف أو سينتهي الأمر بتمزيق روسيا والاستعدادات الغربية لتزويد أوكرانيا بطائرات F-16 بقي أمامها حاجز واحد هو تدريبات الطيارين الأوكرانيين عليها وهي قد لا تكتمل قبل حلول الخريف أو حتى الصيف المقبل إلا أن هذه الطائرات سرعان ما سوف تصبح جزءا من ميدان المعركة الدعم المادي لأوكرانيا بات يكتسب طابعا من الديمومة حتى لك أنه ضريبة تدفعها دول التحالف الغربي دفاعا عن وجودها ورغم أن اقتصاد هذه الدول يعاني مضايقات مثل ما يعاني الاقتصاد الروسي من المضايقات إلا أن قدرات التحالف الغربي أوسع لأن اقتصاداتها أكبر مما يجعل خط النهاية أبعد إطالة أمد الحرب لتكون حرب استنزاف كانت واحدة من خياراتها الأولى وإذ إنها كذلك فإن الحرب على جبهتي المعدات العسكرية والتمويلات تبدو حربا تدور على الجبهات وفي دفاتر الحسابات الأولى تحصي عدد القتلى والجرحة والثانية تحصي حجم الناتج الإجمالي وقدرات المصانع على توفير الدخيرة وذلك حتى يتضح الأبيض من الأسود في الصورة التي رسمها ميدفيدف ينضم إلينا من موسكو دكتور أصف ملحم مدير مركز جيسم للأبحاث والدراسات أهلا بك دكتور على شاشة الغد إذن دكتور ملحم خطوات قوية على طريق تسلم أوكرانيا لطائرات F-16 هل يثير ذلك أي تخوفات لدى موسكو التي استطاعت أن تدمر ربما أغلب العتادة العسكرية والأسلحة العسكرية والمدرعات والدبابات التي أتت بها كييف مساء الخير لك أستاذ السهام والسادة المشاهدين سيدتي أعتقد أن خطوة موافقة الولايات المتحدة الأمريكية على تقديم الطائرات F-16 يجب النظر إليها فقط من البعد السياسي البعد السياسي لهذه الخطوة وكأنها محاولة إنقاذ لزيلينسكي لأن الداخل الأوكراني بدأ يضج من هذه الحرب خاصة أمام الفشل الزريع الذي مني به الهجوم المضاد وخاصة بعد فشل زيلينسكي في قمة فيلينوس في لتوانيا قمة الناتو من تحقيق أي خرق هناك لذلك جاءت هذه الخطوة الأمريكية وفق تقديرنا فقط نوعا من التعويض أمام البروبغاندا الإعلامية الداخلية الأوكرانية لأن الطائرات F-16 وفق آراء جميع الخبراء العسكريين لن تشكل أي تحول جزري في ميدان المعركة على الإطلاق والرئيس بوتين منذ يوليو الماضي قال سنحرق هذه الطائرات كما حرقنا ليوبرد وعندنا الكثير من الأمثلة حول ذلك الطائرات F-16 ولو جئنا بتعريفها هي طائرة قتالية تكتيكية هي أشهر الطائرات في العالم ولكنها ليست الأفضل عندما نقول تكتيكية أنها تستخدم عادة في ميدان المعركة لضرب الخطوط الخلفية للعدو ضرب مخازن الزخيرة، ضرب القوات، ضرب المدرعات، مخازن التمويل وبالتالي تشديد قواته ولذلك هي غير قادرة على العمل وهذا من تجربة قصف حلف الناتو لمدينة بلغراد الصربية في عام 1999 لا يمكنها أن تعمل إلا بأعداد كبيرة وبتنسيق كامل مع القوات البرية وهناك بردقم في حلف الناتو يسمى بردقم العمليات المتعددة في فضاء معلومات واحد وهذا غير متوفر في أوكرانيا على الإطلاق وبالتالي أولا النقطة الثانية الطائرات الروسية قادرة على استيادها بسهولة الطائرات سو 35 أو ميك 31 قادرة على استياد هذه الطائرة بسهولة وقصفها وسائل الحرب الإلكترونية، وسائل الدفاع الجو الروسية قادرة على كشفها تقديم أعداد كبيرة من الطائرات لأوكرانيا يتطلب بنية تحتية متطورة يتطلب مصانع تنظيف الكيروسين، هنجارات، مخازن، مطارات، معدات خاصة للصيانة وهذا تكاليفه كبيرة وروسيا قادرة على قصف هذه المنشآت البنية التحتية قبل تجهيزها هي بالأساس قصفت يعني في حال تسليم طائرات F-16 لأوكرانيا ذلك يتطلب قواعد آمنة للإقلاع والهبوط وأيضاً قواعد لتصليحها والآن روسيا قصفت العديد من المطارات على ماذا تعول هنا أوكرانيا سيدتي لاحظة عندما بدأ الحديث عن طائرات F-16 يعني السيد جيمس هيكر قائد القوات الجوية الأمريكية في أوروبا وإفريقيا قال بالحرف واحد هذه ليست خارقة في الميدان وسيتم استخدامها لإطلاق الصواريخ بعيدة المدى كصواريخ ستورم شادو وهذه أساسية متوفرة في أوكرانيا أي أنها لن تقترب من ميدان المعركة أي أنها ستقوم بقصف هذه الصواريخ من أماكن بعيدة عن ميدان المعركة ولن تتمكن بالدخول باشتباك مباشر مع الطائرات الروسية لأن الطائرات الروسية قادرة على قصفها بسهولة وهناك أيضاً الجنارة دوغلاس سيمس مدير العمليات في هيئة أركال القوات الجوية الأمريكية في الثالث عشر من يوليو الماضي قال بالحرف واحد عند روسيا مضادات جوية متطورة وقوات جوية متطورة وكمية الطائرات المقدمة لن تغير من الوضع الميداني على الإطلاق لذلك نعتقد أننا درسنا كل الاحتمالات ودرسنا كل المتعلق بهذا الموضوع من الناحية الفنية ومن الناحية الميدانية ومن الناحية الساسية الأرجح أن الولايات المتحدة الأمريكية قدمت هذه الطائرات هو نوع من ذر للرمادي في العيون أمام الرأي العام الأوكراني وهو ربما لخدمة الجانب الأمريكي هناك محلنون رأوا أن تسليم طائرات F-16 لن يكون في نفس اللحظة الذي تم إقرار تسليمها بذلك لأن الوضع والأمر يتطلب تدريب أقل شيء ستة أشهر إلى غير ذلك ومع معاد تسليمها تبدأ ربما أو نكون في بداية حملة الانتخابات الأمريكية وذلك ما أراده ربما فايدل لتحسين صورته انتخابيا كيف ترى هذا الطرح؟ سيدتي هذا جانب من المشكلة يعني الطائر كما أشرت حضرتك الدنيمارك ستقدم عندها 30 طائر ستقدمهم 19 وستقدمهم على ثلاث دفعات هولندا كذلك الأمر هي أصلا تريد تنسيق هذه الطائرة تريد بيع 18 طائرة منها وال24 الأخرى تقدمها لأوكرانيا لكي تحل محلها بطائرات F-35 الأكثر حداثة نحن سنتابع كل ما يجري في أوكرانيا يعني الحكماء قالوا في قديم الزمان الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل الاعتراب بالخطأ فضيلة نحن عندنا الكثير من المعطاة التي تؤكد أن القيادة الأوكرانية ومعهم العديد من المسؤولين الأمريكيين والغربيين غارقين في جرائم فساد كثيرة في أوكرانيا والحرب يعني كحرب لا أحد يدقق على كميات الأموال التصرف ولا يدقق على الشركات غسيل الأموال أو الشركات الأهمية وما شابه ذلك هذا الأمر كان موجود قبل هذه المعركة وما زال مستمرا لذلك أعتقد أن هؤلاء المسؤولون الفاسدون هذا أحد جوانب مشكلة طبعا لا يمكنهم الرجوع عن دعم أوكرانيا لأنهم غارقون الفساد وسيقوم الشعب الأوكراني بمحاصرتين فيما بعد وهذا اعتراف مباشر لنصر روسيا وبالتالي الموضوع أحد جوانبي هو يعني دعاية لزيلنسكي جوانبي الجانب الآخر هو الفساد ونحن نشرنا مقالات عن هذا الموضوع بالمناسبة وبالوسائق والأدلة والجانب الآخر كما تفضلت هي الانتخابات الأمريكية حتى يصهر بايدن وكأنها قادرة على إدارة الموضوع وهي غير مستعدة لاعتراف بأي نصر لروسيا الموضوع متعدد جوانبي ويجب تدقيق في كل نقطة من هذه النقاط التي ذكرتها أشكرك جزيل الشكر دكتور آسف ملحم مدير مركز جي اس ام للأبحاث والدراسات كنت معنا من موسكو تدرس قمة بريكسل 15 المرتقبة في جنوب أفريقيا خيارا ضمام أعضاء جدد لها فيما يتخوف الغرب من الوصول إلى قرار نهائي بشأن إصدار عملة موحدة لدول الأعضاء تنهي هيمنة الدولار على اقتصاد العالم من أقصى شرقه إلى أقصى غربه ومن شماله حتى جنوبه بريكس يبغي انسياب واقع اقتصادي يخرج من عباءة الاقتصاد العالمي دوله الخمس بدأت خطواتها في الاستقواء باقتصادها لمواجهة هيمنة العالم منذ نحو 14 عاما تصاعدت وعلت إلى حد باتت مطمحا لمن يريدون الالتحاق بقمم المجموعة والحصول على عضويتها إنهم كثر نحو 23 دولة بينهم ثمانية دول عربية قدمت طلبات رسمية للانضمام إلى بريكس لكنه ما يزال حتى الآن تكتلا خمسيا يرتقب التصويت في قمته الخامسة عشر في جوهانسبرغ على انضمام أعضاء جدد توسيع التحالف على ما يعززه من قوة وتحقيق التوازن لاقتصاد العالم فإنه موقوف على قبول أعضائه بمن سينضم إليه الهند ترفض كثيرا من الطلبات التي قدمت ومعها البرازيل حتى مع قبول وترحيب الصين وروسيا ببعضها إن تلك اختلافات لا يراها مراقبون تهديدا للكيان الاقتصادي بقدر ما هي تفويت لفرص تقويته باقتصادات يعول عليها ببنكه بريكس دخلت ودائع الراغبين في الانضمام إلى الحلف إن ذلك دعم كبير لمشروعه إصدار عملة لم تعرف بعد على لوح المصارف والبرسات إنها ضمن رؤية روسية صينية مشتركة تهدف لعد الدولار وإحصائه خارج الهيمنة العالمية ينضم إلينا من القاهرة دكتور بشير عبد الفتاح مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية أهلا بك دكتور على شاشة الغد إذن قمة مرتقبة للبريكس في جوهانسبورغ ستعقد الثلاثاء القادم في جنوب إفريقيا ما المتوقع من هذه القمة هل المتغيرات التي يشهدها العالم الاقتصادية والجيوسياسية ستكون لها أثار على قراراتها وعلى مناقشاتها أيضا تحية لك سيهام ولكل مشاهدي قناة الغد في كل مكان هذه هي أول قمة لبريكس منذ جائحة كورونا وهي القمة الخامسة عشر منذ انعقاد أو التئام القمة الأولى في العام 2009 وحقيقة الأمر هناك زخم في جدوى الأعمال هذه القمة ربما يكون أول الملفات التي ستناقش مسألة توسيع نطاق هذه المنظمة أو هذا التجمع ليشمل أكثر من 23 دولة تقدمت بطلب رسمي من أجل الانضمام ونيل عضوية هذه المنظمة علاوة على قرابة 40 طلبا أخرى غير رسمي من دول تنشد الانضمام والانضواء تحت لوائها المنظمة ستبحث في هذه الطلبات ومن بين هذه الدول أربع دول عربية ومصر من بين هذه الدول علاوة على ذلك هناك الملف الخاص باستخدام العملات المحلية كبديل عن الدولار وإيجاد عملة خاصة ببريكس في التعاملات التجارية والمالية أيضا سيناقش دور البنك التنمية الجديد التابع لبريكس والذي يعد بديلا لصندوق النقد الدولي ومنظمات بريتون ووتز للعام 1944 حيث تتطلع المنظمة إلى تغيير النظام الاقتصادي العالمي ووضع أسس نظام اقتصادي عالمي جديد ينهي الهيمنة الغربية على اقتصاد العالم كما تتطلع أيضا إلى نظام عالمي متعدد الأقطاب يتجه نحو الجنوب بدلا من هيمنة الدول الشمال على العلاقات الدولية طوال السبعين عاما الماضية أشكرك سوف أتوجه إليك بالسؤال الثاني ما هي الدول التي توفرت فيها شروط ومعايير منظمة بريكس عديدة هي الدول التي تقدمت بطلبات للانضمام ربما تقارب الخمسين دولة تلاتة وعشرين دولة تقدمت بطلب رسمي من بينها كما ذكرنا دول عربية لكن هناك دول داخل بريكس تتحفظ على العديد من الدول لأن ظروفها الاقتصادية ربما تكون صعبة ومتعثرة ومن ثم ستتحول إلى عبء تجاري واقتصادي على تجمع بريكس ومن ثم دول كالهند على سبيل المثال أو الصين تتحفظ على انضمام بعض الدول الأعضاء لكن دولة الإمارات العربية المتحدة على سبيل المثال من بين الدول التي تقدمت بالطلب وأعتقد أن طلبها سيلقى قبولا مصر أيضا من الدول التي لقي طلبها للالتحاق بالمنظمة قبولا هناك دول كالجزائر والجزائر أيضا من الدول المقبول عضويتها المغرب المملكة العربية السعودية إلى جانب إثيوبيا وتركيا أيضا على سبيل المثال وتركيا من الدول المرحب بها في هذا المضمار لذلك بعض الدول سيتم قبول طلبها هذه المرة بينما عشرات الدول التي تقدمت بطلبات سيتم بحثها لاحقا أهمية الانضمام إلى هذه المجموعة الضخمة كالبريكس في ظل الظروف العالمية الراهنة والتغيرات التي ستحدثها للدول خاصة الدول النامية منها العربية الدول النامية عموما والعربية تحديدا ترى في تجمع بريكس خيار جديد وبديل مغاير للمنظمات الدولية ونظام بريتن وودز الاقتصادي للعام 1944 على سبيل المثال بنك التنمية الجديد التابع لبريكس هو أفضل بكثير من صندوق النقد والبنك الدوليين لأنه أولا لا يمارس المشروطية السياسية على الدول التي تطلب مساعدات اقتصادية أو قروضا من أجل التنمية بل على العكس يقدم تسهيلات عديدة أيضا هو لا يقوم بتسييس نشاطه ودوره الاقتصادي أيضا هذه المنظمة تقدم الدعم المالي للمشروعات التنموية ولا تظن بالتكنولوجيا تناقش قضايا الأمن الغذائي وأمن الطاقة ثم تطرح في المستقبل قضايا أمنية وعسكرية أيضا لأتسع نشاط هذه المنظمة ومن ثم الدول النامية تجد فيها نظاما دوليا عادلا يتيح لها الاحتفاظ بسيادتها مع الانخراط في مشاريع تنموية والحصول على التكنولوجيا والدعم المالي من دول ناهضة واختصادات صاعدة قصصين وروسيا والهند على سبيل المثال ومن ثم هي خيار شبه مثالي بالنسبة للدول النامية لا سيما الدول الفقيرة أيضا اعتماد العملات الوطنية بدلا من الدولار يخفف الضغوط الاقتصادية في هذه النقطة دكتور بشير التي تراجعت قيمتها أمام الدولار قمة البريكس تبحث بشكل أساسي مسألة توحيد العملة بينها دول بريكس لمواجهة الدولار كيف سيغير ذلك من موازين القوى الاقتصادية في العالم يجب أن نشير بداية إلى أن الاستغناء عن الدولار هو أمر ليس سهلا وسيستغرق ظهرا أو زمنا طويلا لأن الدولار الآن 70% من المعاملات التجارية حول العالم يتم تسويتها بالدولار الاحتياطات النقدية في البنوك المركزية لدول العالم 60% منها لا تزال بالدولار لكن هناك الآن في دول بريكس ودول منظمة شانجهاي الدول الآن تتعامل فيما بينها بعملاتها الوطنية وتتخلى عن الدولار تتريجيا لكن هناك مشكلة في هذا العمر أولها أن الدول المدينة التي تعاني من مشكلة الديون عليها أن توفر عملة صعبة بالدولار لسداد ديونها هذه نقطة النقطة الثانية استيراد التكنولوجيا الغربية أيضا لا يزال يتطلب توفير عملة صعبة من الدولار بشكل كبير كما أن العديد من العملات كالروبيل على سبيل المثال ليست مدرجة في التسويات الاقتصادية والتجارية العالمية في المجتمعات الغربية لكن بمرور الوقت مع الاعتماد على العملات المحلية والتخلي التدريجي عن الدولار والتساع عضوية بريكس وشانجهاي يمكن في غضون عشر سنوات أو عشرين عاما أن يتراجع الاعتماد على الدولار إلى أدنى مستوى لكن طالما أن هناك ربط ما بين الدولار وكل من النفط والذهب سيظل الدولار يحتفظ بمكانته العالمية ربما على المدايين المتوسط والقصير على الأقل أشكرك جزيل الشكر الدكتور بشير عبد الفتاح مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية قالت وكالة الفضاء الاتحادية الروسية روس كوسموس إن مركبة الفضاء الروسية لونا خمسة وعشرين تحطمت على سطح القمر بعد دخولها لمدار غير خاضع للسيطرة ذهبت إلى حيث لا يمكن التنبؤ مركبة الفضاء لونا خمسة وعشرين هكذا أعلنت وكالة الفضاء الروسية الاتحادية روس كوسموس والتي قالت في بيان تحركت المركبة إلى مدار لا يمكن التنبؤ به وانقطع وجودها نتيجة صدامها بسطح القمر ما أدى إلى تحطمها بدأ أن أول مهمة فضائية روسية إلى القمر منذ 47 عاما على شفى الإخفاق بعد أن أبلغت موسكو عن مشكلة في تحويل المسبار لونا خمسة وعشرين إلى مدار قبل عملية الهبوط وأوضحت روس كوسموس أن وضعا غير طبيعي حدث عندما حاولت أجهزة التحكم نقل المركبة إلى مدار ما قبل الهبوط الذي كان مقررا لاثنين ويعتبر محللون أن فشل هذه المهمة سيعكس الضوء على تراجع القدرات الفضائية لروسيا منذ أيام مجدها خلال المنافسة وقت الحرب الباردة عندما كانت موسكو أول من أطلق قمرا صناعيا يدور حول الأرض وهو سبوتنيك واحد في العام 1957 كما أصبح رائد الفضاء السوفيتي يوري جا جارين أول رجل يسافر إلى الفضاء عام 1961 ولم تحاول روسيا القيام برحلة إلى القمر منذ مهمة لونة 24 في عام 1976 وقت حكم اليونيت برجينيفا وكان من المفترض أن تهبط لونة 25 على القطب الجنوبي للقمر في 21 من أغسطس الجاري وفقا للمسؤولين في وكالة الفضاء الروسية روسيا تخوض سباقا مع الهند التي من المقرر أيضا أن تهبط مركبتها الفضائية تشاندراين ثلاثة على القطب الجنوبي للقمر هذا الأسبوع وعلى النطاق أوسع ضد الصين والولايات المتحدة وألدت دولتين طموحات متقدمة للمهمات على القمر ويرى مراقبون أن من شأن فشل المهمة تسليط الضوء على الضغط الذي يعانيه لاقتصاد الروسي البالغ ثريليوني دولار وخاصة قطاعات التكنولوجيا المتقدمة في الوقت الذي تواجه فيه العقوبات الغربية المفروضة عليها بعد حربها على أوكرانيا إذن قبل أن ينضم إلينا ضيفنا من القاهرة بعد قليل كان الخبر وهو تحطم المركبة الفضائية الروسية غير المأهولة لونى 25 وذلك بعد استضامها على القمر إثر خروجها عن نطاق السيطرة كما يقول المسؤولون وكانت هذه أول مهمة لروسيا إلى سطح القمر منذ ما يقرب من خمسين عاما وكان من المقرر أن تكون المركبة هي الأولى على الإطلاق التي تهبط على القطب الجنوبي للقمر لكنها فشلت بعد مواجهة مشاكل أثناء انتقالها إلى مدارها قبل الهبوط ونرحب بضيفنا الدكتور أسامة محمود شلابية عميد كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بجامعة بني سويف أهلا بك دكتور على شاشة الغد بداية هل توفرت المعلومات عن أسباب فشل هذه المركبة الروسية مركبة لونى 25 وتحطمها؟ أهلا بحضرتك سيد السيام وأهلا بسهر المشاهدين بالتأكيد لم يصل بعد كل المعلومات لمعرفة السبب ولكن هناك مشكلة في المدار حول القمر والهبوط لم يكن هبوط زي ما بنقول صفت لاندين وبالتالي حصل انقطاع للاتصال نتيجة الاستضامة طبعا كلنا شغف بالرحلة ونتيجتها لأن المهمة الفضائية دي أصلا كانت موجودة من أجل البحث عن المياه على سطح الأمر وطبعا القطب الجنوبي سيحقق أو الهبوط في القطب الجنوبي سيحقق لروسيا السبق كأول هبوط على هذا القطب الشمالي لأن روسيا كان لها السبق في أول رجل فضاء يوري جاجرين روسيا كان لها السبق في أول قمر صناعي سبوتنيك فالصراع على امتلاك هذه القدرات الأولى في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء ما زال قاعم طبعا لو تخيلنا أن الريحة التي نجحت كانت روسيا تأخذ السبق في هذا العمل على القطب الجنوبي للقمر من قبل على الرغم من أن كل من الولايات المتحدة والصين قد هبطتا على سطح القمر لكنهم لم يهبطوا على جنوب القمر لكن شركة روسكوسموس قد اعترفت بأن لونا 25 كانت محفوفة بالمخاطر ويمكن أن تفشل ولكن رغم ذلك أرسلت هذه المركبة لماذا برأيك وكيف سيؤثر ذلك على صورة روسيا في هذه الصناعات أو في هذه المهمات الفضائية والفلكية وفي أبحاث ودراسات الفضاء دقيقة ده يعني في كل ما يسعى إليه العالم ليست روسيا فقط الهند بعد يومين يمكن على يوم 23 هيكلها رحلة برضو لنفس المكان لو نجحت ستأخذ هي أيضا السبق ولكن مع المحاولات والفشل دائما يأتي النجاح من له السبق هو من يمتلك العلوم والتكنولوجيا للفضاء في الوصول والسبق للاستخلال القمر هي الفكرة كلها في المهمة الفضائية هي البحث عن المياه في الأماكن الجليدية اللي موجودة في القطب الجنوبي وبوجود المياه حيبقى فيه إمكانية لوجود أكسجين علشان الرواد الفضاء بعد ذلك يمكنهم استخدامه في الحياة أو البقاء لفترة أكبر على سطح الأمر أيضا من الموقع يمكن الانطلاق إلى رحلات للمريخ إلى الكواكب الأخرى هذا كان الفكر لدى الاتحاد السوفيتي السابق وروسيا حاليا الآن نفس الصراع الموجود من الهند من الصين من روسيا اليابان كل هذه الدول تتسابق من أجل أن يكون لها اليد العليا في امتلاك مكان على سطح القمر شكرا جزيلا لك دكتور أسامة محمود شلبيا عامد كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بجامعة بين السوف المصرية أشكرك جزيل الشكر على كل ما تفضلت به ختم حصاد اليوم من قناة الغد في القاهرة أذكركم بأهم العنوين ترقب في النيجر لتحركات إيكواس المقبلة بعد فشل محادثاتهم في نيامي وقادة النيجر يحذرون من التدخل العسكري أوكرانيا تستعد للحصول على مقاتلة F-16 ومعارك الطائرات المسيرة تستعر بعيدا عن جبهات القتال احتدام المعارك والاشباكات بين الجيش السوداني والدعم السريع والأمم المتحدة تدعو لوقف القتال فورا والعودة للحوار انتهى حصاد اليوم من قناة الغد أشكركم على طيب المتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة